السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله النهاردة المحاضرة الرابعة هنتكلم فيها جزء الأول عن سايتوبلازميك انكولوجين أو محتويات الخلي سايتوبلازميك انكولوجين أو محتويات الخلي دي عبارة عن إيه سايتوبلازميك استراكشر حاجات تكوينات جوة سايتوبلاز تركتريستيك استينيج لها سبغات خاصة بيها حاجات مميزة لها ألوان مغينة خاصة بيها وهي عبارة عن فورمة فوروم بتتكون من الميتابوليك برو دكت أوفزا سيل نواتج الأيد والعمليات الحيوية جوه الخلية تدينا الإنكولوجان الحركة بتاعتها هي نون ليفنج يعني مش حي نون موفنج مش بتتحرك نون ليفنج نون موفنج كومبونانت أوفزا سيل تمام جبعي مكونات غير حي العديات كانت تعتبر أجهزة حاجة شغالة بتقضي وظيفة بتعتبر ليفنج أما الإنكولوجان المحتويات زي حاجات مخزنينها في البيت كده تبقى نون ليفنج البلازمة ممبرينية طرع عليها غشاء ولا مش عليها لقوا من البيجمنت السبغات جوه الخلية بيكون عليها ممبرين أما الليبت دروبلت قطرات الدهون والجلايكوجين السكريات المخزنة جوه الخلية بتكون نوت سروند بممبرين يبقى الدهون والجلايكوجين مش عليهم ممبرين أما السبغات بتبقى محاطة بغشاء ممبرين موجودة فين مش كل الخلايا فيها انكولوجين بعض الخلايا أنواع معينة من الخلايا فيها انكولوجين في خلايا ما فيهاش انكولوجين تمام؟ لها ايه؟ لقى أنها يعني ملهاش أنشطة زي كان لها زي الأجهزة في البيت شغالة على طول لها وفيه حاجات ما خزنانها شوية رز شوية سمنة دهون ترباهيدريت الحاجات التي تعتبر انكولوجين تمام؟ سبغات شوية دهان تعتبرهم الحاجات دي كده مش أجهزة فدي تبقى اسمها انكولوجين يبقى الانكولوجين دي أول حاجة أكل مخزن يعني طعام مخزن زي قطرات الدهون وزي اللي هو السكر السكر ما يتخزن في جسمنا بيبقى اسمه ايه كمان بيجمنت سبغات هبقول فيه شوية سبغات مش زي الاتشان دي بقى والحاجات دي لا فيه سبغات جوة الخلية حاجات طبيعية كده تمام؟ يبقى دي اسمها بيجمنت السايتوسول تمام؟ اللي هو السائل اللي عين فيه الارجنزو الحاجات دي يعتبر كأنه انكولوجين ايه كمان الكريستل فيك بعض الخلافة كريستالات ودي غالبا حالات مرضية يبقى فيه كريستالز موجودة كريستالات كده جوة الخلافة يبقى الانكولوجين اكل متخزن دهان متخزن بيجمنت شوية مية عين فيها الارجنزو اسمها سايتوسول بضغافة ممكن شوية كريستالات تمام؟ ده بالنسبة للانواع اول حاجة الطعام المخزن طعام المخزن ده ايه ايه احنا لما بناكل دهون بتتخزن في الجسم الزيت بيتخزن ناكل سكر كتير الزيت بيتخزن فده الاكل المخزن في جسمنا يا ليبت دروبلت قطرات من الدهون يا جلايكوجين سكريات الليبت دروبلت عبارة عن سمول سفيريكال ستركشور بتبقى صغيرة سمول ودائرية قطرات الدهون شوفوا كده لو احنا جبنا شوية زيت حتى نوم على المية في المية تلاقي بيعمل نقط نقط قطرات كده فنفس الكلام السيتوسول ده مية مايبقى في دهون تعمل فيه كور كده سفيريكال يعني زي الكور كده هموجينوس متجنس تمام عليها غشاء لا نقط سروند بممبرين يبقى مش عليها غشاء الدهون مش عليها غشاء انروتين بروسسنج بالبرافن سيكشن لما نستخدم البرافن سيكشن ونحط بقى في الفرن والزيلين ومش عارف ايه الكلام ده بيدو بالدهون يبقى الفدروبلت سأر ريموف ده ريموف ده يعني اتزالت اختفت ويبقى يبقى 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 سبيس ابيض يبقى الدهون جوه الخليل لما تعمل معها بالبرافن والزيلين والفرن والحاجات دي تسيح وتسيب مكانها فراغ ابيض تمام فنتطر نسبقها بسبغات خاصة ونتطر نعملها بالفريزنج تكنيك والطريقة التجميد عشان دي تحافظ على الدهون وقدر أشوفها طب وليس علم وبيبقى الخلية اللي لها نشاطات عالية محتاجة طاقة طاقة هجيبها منين الجلايكوجين تتكسرها وتحصل منه على الجلوكوس وتحصل منه على الطاقة يبقى الجلايكوجين بيبقى زايد في الخلية اللي نشاطها عالي زي الليفر والمصل الم ليفر ومصل دول حاجات فيهم جلايكوجين كتير الجلايكوجين ده سكر سكر يعني كاربوهايدرات الكار بتتسبغ بايه بالباص كار بتتسبغ بالباص الباص بتاعنا لونه غريب شوية اسم ماجينتا يعني لون بنفسي جي كده كار عربية باص يبقى الكار بتتسبغ بالباص اسمه بير ايودك اسد شيف بير ايودك اسد شيف ده بيدي الكاربوهايدرات لون ماجينتا لون بنفسي جي كده كرموزي تمام طيب ايه انواع الجلايكوجين نوعين الفا وبيتا في نوع اسمه الفا ونوع اسمه بيتا الالفا اف افتكروا اف كده الفا اف يبقى ليفر الاف والفي قربين من بعض يبقى الالفا موجود في الليفر البيتا بي ام بي بيتا موجود في ام مصل يبقى العضلات فيها بيتا جلايكوجين الليفر ممكن دي حاجات تجي ام سي كيو العضلات بيتا جلايكوجين والليفر الفا جلايكوجين البيتا جلايكوجين دي بيبقى الجرانيول فيها او حبيبات الجلايكوجين طبعا حبيبات لونها اسود الالكترون دنس تمام حبيبات لونها اسود بالالكترون مايكروسكوب وبتبقى وحدات مفرطة بعيدة عن بعضها كده تمام دي في المصر. تمام? طب لو لقيناهم متجمعين عاملين دايرة. يتجمعوا ويعملوا دايرة. روزت. يبقى ده في الايه? اه بيبقى في الليفر او بروكلي شبه البروكلي او شبه الروزت متجمعين مع بعض في الليفر. افتكرهم الليفر خلية مليانة اورجانيل. مليانة زحمة فيها حاجات كتير قوي. اه فالجلايكوجين يتجمع مش لاقي مكان يتفرط فيه. فيتجمعوا يتلزقوا في بعض. يعملوا شكل البروكلي او شكل الروزت. شكل الوردة. اما في المصر الدنيا واسعة والدنيا فاضية فينتشروا كده ايه? ويبقى اسمها بيتا. يبقى البيتا غلايكوجين وحدات individual كل نقطة الوحدة. اما الالفة عاملين وردة. دي صورة موضحة الدهون. شوف بالH&E الدهون عاملة زي بالH&E فراغات. فراغات بيضة. الفراغات دي كان فيه دهون هنا بس دابت اثناء التحضير وسبت فراغ عبيض. لما نسبغ بعد دهون فاكرين Osmic S-Wid. Osmic دي سابغة بتسبغ الدهون. Osmic نفتكر S-Wid لون S-Wid. تدي لون S وشايفين كاتذارات السودة دي. دي دهون مسبوغة بايه? بالOsmic Ast. طب بالE-M تبان ازاي السابغة? تبان ازاي الدهون? تبان بالمنظر اللي قدامنا ده. الدهون تبان بالمنظر اللي قدامنا ده. فجوات كده فتحة شوي. طب ده ايه? الجلايكوجين. الفا جلايكوجين. شايفين الفا متجمع زي عامل وردات ازاي? وردات 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 اهي? دي الف. طب شايفين البيتا في العضلات? وحدات مفرطة كل واحدة لوحدها متفرطة لوحدها. يبقى دي ايه? جلايكوجين بيتا ودي الف. شوفوا بالباص الكار بتتسبغ بالباص. لما جي انتا شايفين اللون ده? اللون كده كرموزي شوية. يبقى ده جلايكوجين. تمام? ده بالنسبة. آآ لل الدهون والكاربوهيدر. نيجي بقى نتكلم عن السبغات. السبغات دي بتبقى عبارة عن مواد دي متلونة لها لون. سين وزاوت ستينينج. يعني من غير مزبوغانة بسبغات من عندي الخلية سبحان الله مزبوغة طبيعي. حاجة اسمها بيجمنت. فيها سبغات طبيعية. مخلوقة كده وموجودة فيها من غير ما انا سبغها. هي بينة بالوان لوحدها كده. يبقى دي اسمها البيجمنت. ايه انواع البيجمنت? عندنا سبغات داخلية وسبغات خارجي. يبقى فيه سبغات اكسوجنس. اكسوجنس يعني خارجي. وسبغات اندوجنس يعني داخلي. تمام? الاكسوجنس او الخارجية دي زي ايه? زي المنرالز. ايه المنرالز دي? تسمعوا كده على مسلا يقولك ده مية ملوسة. لو الناس بتشرب في مواسير مية معمولة من الرصاص. الرصاص ده ينزل مع المية نشربه. الزرنيخ. الزقبك. الحاجات دي تعتبر معادن. لما نشربها او ناكلها مع الاكي. تدخل في الخلايا وتترصب جوه الخلايا وتدينا لون. لون بقى ازرق. لون رماضي. لون مش عارفة ايه. المهم يعني بتدي الوان للخلايا على حسب المادة دي. بقى دي حاجة جايلنا من بره ولا الخلايا صنعتها? حاجة جايلنا من بره. بس انا ما سبختش حاجة. ده هي حاجة الانسان كالها. دخلت جوه الخلية. وعملت الوان جوه الخلية. بقى دي المنرالز. تمام? ايه كمان? حاجة اسمها ليبوكروم بيجمنت. ايه ليبوكروم بيجمنت دي? جاية من الجزر. الحيوانات لو لو مسلا ارنب بيأكل جزر كتير. اجي اخد الخلايا بتاعه من غير مسبوخة. لايه الخلايا لونها برتقالي كده. ليه? لون البرتقالي ده. عشان كالجزر كتير في سبغة الكاروتين. فادة سبغة جوه الخلية اسمها ليبوكروم. اسمها ايه? ليبوكروم سي جاية من الكاروتين اهو. سي كاروتين. لايبوكروم. الدست. التراب. لقوا من التراب والانسان اللي بيشرب سجاير او كده. اه الدخان والعوادم دي تدخل جوه الرئة. وتعمل لون اسود جوه الرئة. تمام? دي حاجة برضو جاية لنا مبارا. الخلايا ما صنعتش تراب. يبقى دي حاجة اكسوجنس خارجية. التاتو. التاتو دي عبارة عن حقن كده ابر بيحقنه مادة سبغة جوه الخلايا. الخلايا تاكلها تحت الجلد. الخلايا تاكل السبغة دي. فتدينا لون. يبقى دي كلها حاجات اكسوجنس. حاجات خارجية. تمام? نفتكر عشان ما ننساش. اكسوجنس خارجية. نفتكر القطة دي. دستي كات. قطة لونها رمادي. دستي كات. القطة دي بنسيبها جوه القفص ولا بره? بره. يبقى خارجية. يبقى فتكر خارجية. يعني قطة برا القفص يبقى دستي كاته يبقى الدست والكات يعني سي اللي هو ليبوكروم والآت يعني تاتو تمام بالإضافة للمينرالز عندنا مواجهة أو M مواجهة بين مين ومين بين الفاهد والكات الكات خارجي أما الفاهد هيبقى داخلي وم يعني مواجهة في M هنا وم هنا في المينرالز تبع الام أما الاندوجنس الميلانين سبغت داخلية الخلية بتصنعها زي الميلانين سبغت الجلد بتاعتنا هل دي احنا جابت لنا من بره ولا الخلية بصنعها أيه كمان حاجة اسمها ليبوفيوسين بيجمنت فاكرين لما قلنا في حاجة اسمها ده ليزوزوم بيأكل أي حاجة في السيتوبلازم الخلية مش عايزها يعني ميتوكوندريا قديمة بايز مش عايزينه من اللي يأكله يتحد معاه ويبقى اسمه ويقصروا ويحللوا طب اتبقت شوية بقايا حاجات متبقية هنعمل فيها ايه عايزة طلحها برا الخلية تقولوا لا الخلية تقولوا لا سيبهم سيبهم انا بحتفظ بالذكريات بتاعي دول كانوا حتة مني وباظهم انا هحتفظ بالذكريات بتاعي الذكريات بتاعتها دي اسمها ايه ليبوفيوسين بيجمنت الحاجات دي البقايا من العديات اللي بازت دي بقاياها بتتخزن جوة الخلية واسمها ايه ليبوفيوسين بيجمنت الخليء بالذات الليبوفيوسين بيجمنت دي بتزيد مع العمر كلما الخلية بتقدم كلما في عديات بتموت كلما العديات دي تبقى منها بمواد متبقية تتخزن جوة الخلية ويبقى اسماها ليبوفيوسين بيجمنت ايه كمان الهيموجلوبين هيموجلوبين سبقة الدم اللي مديهن لون الدم بتاعنا اللون الأحمر الجميل هل احنا سبغنا كرات الدم الحمرة ولا هي مخلوقة كده ولا جاي لها من بره لا دي حاجة داخلية هيموجلوبين إيه كمان هيموجلوبين ديريفاتيف زي مشتقات الهيموجلوبين مشتقات الهيموجلوبين نفس الكلام بتبقى عبارة عن تسمعنا واحد عنده الصفرة اللون الأصفر دا جالوا منين الهيموجلوبين تكسر ودنا لون أصفر ما تسمعها البليروبين فدي برضك عبارة عن حاجات اندوجنس داخل إيه؟ في تكره الفهد بيبقى جوه القفص اندوجنس فهد يعني F في يوسين أما كات كانت C لايبوكروم في لايبوفيوسين وفي لايبوكروم H هيموجلوبين دي هيموجلوبين ديريفاتيف تمام؟ مشتقات الهيموجلوبين من الإضافة إنه قلنا فيه مواجهة بين الفهد والدستيكات المواجهة دي بتبقى إيه؟ الميلانين M ميلانين دي حاجات اندوجنس يبقى لازل نعرف الاندوجنس والإكستوجنس ممكن ييجوا سؤال بم سي كيو أو حاجة فتبقى عارفين ههو شفتوا الميلانين شايفين المنظر خليلون هابوني هو أنا سبغة أحمر وزرق بس في خليلون هابوني إيه الخليلون هابوني دي؟ دي الخلالة بتصنع الميلانين دارك براون جلانيول في السكن يبقى دارك اللونها غامق بني غامق الميلانين ده في السكن ليه ربنا خلق لنا ميلانين في الجلد عشان يحمي النواه من الألترا فيروت يعني ألترا فيروت ريز اللي هو أشاعه على الفقبه نفسي جي تمام؟ يحمي منه طيب إيه كمان؟ حاجة اسمها لايبوفيوسين إيه اللايبوفيوسين؟ اللايبوفيوسين بيجمنت لسه آيلينها لونها براون بيل براون جرانيول فاوند إن ميني سيل موجودة في خلايا كتير سبيشالي نون ديفايدنج سيل بالذات الخلايا الإيه؟ النون ديفايدنج الخلايا المعمرة اللي ما بتنقسمش الخلايا اللي بتنقسم بالضبط زي واحد بيجدد البيت بتاعه أي حاجة قديمة بيرميها ويجدد بيته ويزبط بيته أما الخلايا التي لا تنقسم زي بيت بقاله سنين طويلة ما بيتجددش فكل حاجة تبوز يتبقى حاجات جوه البيت يسيب حاجات جوه البيت يبقى البيت ده مليان كراكيب مليان حاجات زيادة كده اللي هي لايبوفيوسين بيجمنت يبقى لايبوفيوسين بيجمنت دي سبغة بتنتج بسبب تكسير العديات اللي بايزة جوه الخلية اتبقت شوية مواد بدل ما انطلحهم الخلايا محتفظة بيهم هنا فيه لوم بوني كده جنب اللازرق ده في حتة بوني صغيرة وهنا في حتة كده بوني صغيرة دي في الكاردياك مصل خلايا العضلات القلب كاردياك يعني القلبية العضلات القلبية بتاع القلب النيورونز الخلايا العصبية برضو بتجمع ما بتنقسمش وبتجمع جواها لايبوفيوسين بيجمنت تمام جاي من الليبوفيوسين بيجمنت دي برودكت اف ليزوزومال دايجيشن مش احنا قلنا الليزوزوم ده بيعمل ديجيشن بيعمل هادم لما يهدم حاجات يتبقى مخلفات المخلفات دي اسمها ايه الخلية تحتفظ بيها البزات الخلية اللونج اللي بتعيش سنين طويلة وتدينا لون بني يعني انا لو جبت القلب بتاع طفل صغير وقلب بتاع راجل العجوز كبير راجل العجوز كبير لما اخد القلب بتاعه وازبغه الاقي فيه نقط بني كتير عشان خلايا بقالها سنين كتيرة فجمعت سبغات كتيرة اما لو طفل مش هيكون لحق جمع يعني فهيكون ايه ما عندوش اللي بيبقى بتزيد مع السن وبتبقى موجودة في اللونج ليفت الخلايا المعمرة الهيموسادرين الهيموسادرين دي دي برضوك يعتبر لون بني كده جاي تجمع الفيريتين تجمع الحديد برضوك الهيموجلوبين لما يتقصر من ضمن مشتقاته بليروبين وبليفيردين وهيموسادرين يبقى لما الخلايا قرات الضم الحامرة تتقصر تدي لون بني كده نتيجة لتجمع ايه بروتين اسمه الفيريتين بيتجمع فين في الخلايا الاكولة خلايا الاكولة فاجوسيتكسيل في اللونج الرئة والليفر الكبد تمام يبقى لما قرات الضم الحامرة تتقصر من اللي بلحها الخلايا الاكولة فاجوسيتكسيل خلايا الاكولة تبلحها بالذات لو في الرئة او في الليفر وتدينا لون بني ماشي؟ ألا إيه الخلية كده شايفين الألوان البني اللي عندنا موجودة دي دي ايه؟ فاجوسيتكسل اللي فيها لون بني عشان فيها هيموسيدرين فيها هيموسيدرين يبقى ده بالنسبة للسباغيات عرفنا الداخلية والخارجية وعرفنا أن من ضمن الداخليين مين؟ ميلانين ولايبوفيوسين وهيموسيدرين طيب بعد كده الدست الدست ده التراب ده داخلي ولا خارجي؟ ده خارجي طبعا التراب ده جاي لنا من بره يعني الخلايا مش هتصنع تراب دي سمول دست بارتكل انهيلد استنشكت اند انتر زاري سبايراتوري سيستم دخلت الجهاز التنفس لما بتدخل الجهاز التنفسي كده الخلايا اللي أكلها هتصيبها؟ لا الماكروفاج ماكرو يعني كبيرة فاج يعني باليعة البلاعم الكبيرة خلايا بلعومية كبيرة بتبلع موجودة في الرئة تلاقي طراب داخل تبلعه تمام؟ ويدي دينا لون اسود الخلايا دي تسود شايفين الخلايا لونها اسود دي دي خلايا باليعة اسمها ماكروفاج بلعت ايه؟ بلعت التراب وقدتنا لون اسود المال الهيموسيدرين من يلي بالعها بردك؟ خلايا فاجوسيتك خلايا بالياع بردك؟ بس ادتنا لون ايه؟ بني بسبب تكسير الاربيسيز ادتنا هيموسيدرين لون بني بسبب التراب تمام؟ ده بالنسبة للايه? للبيجمنت زي ما قلنا فيه استورد فوت وفي بيجمنت فيه كمان سايتو صول سايتو صول ده ايه؟ عبارة عن فيسكس فلويت فيسكس يعني لازج سائل لازك وزد السولفد سوليوت ودايب فيه شوية حاجات دسولفد يعني مزابق دايب فيه شوية حاجات زي الايونات بروتينز كربوهايدريت لبيت كل الحاجات دي موجودة في السيتوسو بيعتبر من ضمن الانكلوجين يبقى احنا لقلنا الانكلوجين دلوقتي قلنا اكل مخزن لبيت وكربوهايدريت قلنا سبغات داخلية وخارجية اكسترنال وانترنال او اندوجنس واكستوجنس وقلنا كمان السيتوسول ده سائل موجود فيه بقى ايونات بروتينات كربوهايدريت بيعمل سببورت للأورجانيلز بيدعم القضيات بيحصل خلاله بيحصل الديفيوجن انتقال الايونات وكده تمشي من خلية الخلية وتتحرك جوه الخلية عن طريق الوسط ده عن طريق السائل اللي موجود ده اللي اسمه ايه السيتوسول تمام؟ يبقى السيتوسول ده سائل كده عين فيه العديو اه احنا كده انتهينا من جزء الاول من المحاضرة ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن النواة او ارجو تكونوا استفدتوا من المحاضرة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته